فالحذر الحذر من أصدقاء السوء فإنهم يحاولون إيقاعك فيما وقعوا فيه حتى لا يعيروا وأن تنزيه وأن تطايروا وأن تعفيف لا بل يريدون منك أن تقع فيما وقعوا فيه من الزيغ والضلال فلينتبه الشخص من أصدقاء السوء ويترك صداقات السوء فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالحي وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة